يعني ساذا مضوح شفت انت المشهد الدامي اللي شاهدناه بموسكو الجمعة الماضية كان مشهد يعني دامي للغاية بصراحة زحب ضحيته يعني اكثر ما يصل للمية وخمسين اقل اكثر شوي تسارعت الاحداث بعد هذا التحول بصراحة الدامي نمسا طبعا رفعت الاستنفار الامني للمستوى الثاني تقريبا قرأنا هذا الخبر بين الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع بصراحة هذا يمكن بعد اعلان داعش عن مسؤوليتها نعم نعم داعش خرسان نعم هذا التنظيم الهجيين من هذا التنظيم الارهابي داعش طبعا جاء هذا التنظيم خرسان وقام بهذه العملية ولو نتذكر الاحداث يعني قبل تقريبا بداية العام عندما قامت النمسا كما قال السيد عمر حجاو بريشنر رئيس المخابرات النمساوية أن هناك محاولة وهم اشخاص ايضا محسوبين على داعش خرسان يعني هم محسوبين على هذا التنظيم صراحة كيف بيّن مع المحسوبين هذا يعود للشأن النمساوي المخابرات النمساوية كيف اكتشفت هذا الاكتشاف ولكن ان يقول سيد عمر ان المشهد الاسلاموي في النمسا هو مستقر او امن مايك او تحت السيطرة قال وفي نفس الوقت قال يوجد من عشرة الى عشرين شخص خطرين هم موجودين في النمسا تتابعهم السلطات بشكل او باخر ولكن استاذ نمضوح هذا الخبر بصراحة يفتح علينا السؤال بشكل مختلف يعني الى اي حد فعلا في النمسا يوجد امان الى اي حد في النمسا هذه الميليشيات وهذه الزئاب النائمة والذئاب المنفردة عفوا الزئاب المنفردة والخلايا النائمة موجودة في النمسا وهي يعني تنمو وتترارع بشكل او باخر منهم من ولد وترارع في النمسا منهم من وفد الى النمسا منهم من لجأ الى النمسا خاصة في السنوات الاخيرة من سوريا من افغانستان من العديد من المناطق التي فعليا سيطرت عليها الجماعات الارهابية او الانظمة الدكتاتورية فيوجد اشخاص فعليا لديهم مشكلة نفسية خطيرة مشكلة نفسية خطيرة يعني صراحة من الممكن ان هؤلاء الاشخاص ان يقوموا بعمل بعمل خطير يعني الاسبوع الماضي استاذ ممدوح نحن نزلنا على الصفحة على الانفقرات اتمنى اني ألاقيها عندي على الهاتف يعني شخص عما يقول نعم شخص عما يقول كاتب على محطة سافعل جرما يقف له التاريخ احتراما او لها التاريخ الجريمة شخص عما يقف لها التاريخ احتراما وخمسمائة وإيداش نقطتين خمسمائة وإيداش يعني بصراحة هذا الشيء الذي لم تعتاد النمسا عليه ولم تعتاد فيينا على هذا التطرف وعلى هذه الوقاحة بالطرح وهذه الوقاحة بهذا التقديم صراحة فعلا يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب من هم الذين جاءوا للنمسا بالفترة الأخيرة ما هي نوعية الأشخاص الذين اليوم هم فعليا موجودين في الحي العشر طبعا لدينا أخبار متعلقة بهذا الشأن لن اختبق الأحداث بس تصريح زيدا وبتصريح من رئيس المخابرات بموضوع الطمأنة للناس هل المخابرات النمساوية يعني الوضع ده هل تصريح زيدا بيديرك طمأنينة فعلا ولا أبدا لا يضمن كلامه بصراحة السلطات النمساوية لا يضمن كلامه بهذا الشأن ولكن يضمن من ناحية أخرى أن المشهد المتشدد بشكل أو بآخر فينا نقول أنه هو تحت السيطرة تحت الطلب انصح التعبير عندما يعني عندما تشاء الظروف اشتركوا في القناة